بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نتحدث عن تسمية الهيدروكاربونات الغير مشبعة ولما نقول كلمة الهيدروكاربونات الغير مشبعة أي نقصد بها المركبات التي تحتوي على ربطة ثنئية أو ربطة ثلثية يعني المركبات التي تحتوي على روابط باي وهي الألكين والألكين الألكين فيه ربطة واحدة باي والألكين فيه ربطتين باي عرفنا سابقا أن الألكين بضيف فيه المقطع إن أو إيلين والقانون العام له سي إن إتش تو إن أما الألكين الذي يحتوي على ثلاثة روابطة ثلثية منهم ربطتين باي وحدة سجمة فالمقطع البضيف في النهاية الكلمة إن والقانون العام له سي إن إتش اتنين إن ناجس اتنين طبعا عرفنا سابقا بفيديو سابق أن لو عندي المركب في واحدة كاربون بقول عليه ميث لو اتنين إيث ثلاثة بروب أربعة بيوت لو خمسة يبقى بنت لو ستة هكس لو سبعة هبت لو تمانية أكت لو تسعة نون لو عشرة ديك وطبعا المقاطع دي كلها مش الكلمة بالكامل لا دي بيكون فيها إضافات في نهاية كل واحدة ياما بضيف في المقطع آن لو كان المركب ألكان ياما بضيف في المقطع يهلام لو كان الكيل ياما بضيف في المقطع يهنون لو كان ألكين لائما بضيف في المقطع آلي فيها نون لو كان ألكاين وده كده القانون العام لكل عائلة يعني القانون العام للألكان CNH2N زائد 2 للألكيل اللي هي رمزها R C لو N بالH2N زائد 1 لأن الألكيل أصلا عبارة عن ألكان منزوع منه هيدروجين فلما أسحب من هنا واحدة هيدروجين بدل ما هي 2 هيدروجين بقى أكام 1 الألكين قانونه هو الضعف بس اللي هو في ربطة ثنائية الألكين اللي هو في ربطة ثلاثية قانونه الضعف ناقص 2 لو CN بالH2N ناقص 2 طيب لو أنا عم بيحبيت مثلا شوية مركبات أعرف اسمهم فمثلا لو واحدة كربون والهيدروجين أربعة فده ينطبق عليه قانون الضعف زائد 2 اللي هو قانون الألكان لذلك كل اللي هنا نضيف المقطع ألف نون فهنا هو CH4 مثان إثان بروبان بيوتان بنتان هكسان حبتان أكتان نونان اللي كان ليه ضفت المقطع ألف نون هنا لأن ده كله يغضع للقانون العام CN H2N زائد 2 طيب لو احنا بصين هنا على الاتنين ضعفها كام أيضا ضعفها أربعة طيب هنا أضعف بالزبط للزيادة لو نقص يبدأ قانون الضعف اللي هو الألكان اللي هو بضيف فيه المقطع أين أو إيلين فمثلا C2H4 يبقل عليه اسمه إيثين أو إيثيلين C3H6 أقول بروبين أو بروبيلين C4H8 بيوتين أو بيوتيلين أو كل اللي هنا أخره في الآخر هنلاحظ يأنون طيب وده طبعا المميز لها ربطة ثونئية وأبسطها الإيثين ما فيش مركب في ربطة ثونئية ولا ربطة ثلاثية من ذرة كربون واحدة لازم بدايتهم ذرتين كربون اللي هي المركبات الغير مشابعة طبعا في الألكاين الربطة الثلاثية هي المجموعة الفعالة والقانون العام بتاعها لو Cn يبقى الـ H2N ناجس 2 وبدايتها من ذرتين كربون فإضافة الـ 2 أربعة أطرح منه 2 يبقى 2 يبقى ده رمز إيث وأضيف له المقطع ألي فيها نون إيثاين بروبين بيوتاين بنتاين هيكساين وهكذا طبعا عندنا المجموعة الألكيل اللي هي رمزها R دي القانون العام بتاعها Cn H2N زائد واحد فدي طبعا بتكون لو واحدة كربون يبقى ضعفة الـ 1 اتنين وزود على واحدة بثلاثة بميثيل إيثيل بروبيل بيوتيل بنتيل وهكذا هنا بضيف المقطع يألام في ملحوظة أهم نخلي بالنا منها أن عند تزمية الألكينات أو الألكينات اللي تحتوي على أكثر من ثلاث ذرات كربون لازم نرقم ذرة الكربون من الطرف الأقرب للربطة الغير مشابعة يعني أشوفوا الربطة الثنائية والثلاثية بالأقرب ناحية اليمين والليسار وأرقم من ناحية الأقرب لها ولازم نكتب الرقم الأقل لذرة الكربون الغير مشابعة ثم مقطع الكربون ثم المقطع الدال على عائلة يعني أضيف الآخرين أو أضيف آن عين عند كتابة الصيغة البنائية أو التركيبية للمركب العيد ولازم طبعا ألاحظ أن في المركبات المشابعة اللي هي الألكينات بتكون كل روابط أحدية في الألكينات لازم يكون فيها عند ربطة ثنائية في الألكينات لازم يكون عند ربطة ثلاثية بين الزرتين كربون لما أجأ أسمي الألكين أو الألكينات لازم نختار أطول سلسلة كربونية متصلة طبعا ولازم نرقم من الطرف الأقرب للربطة وبعد كده أدي طريقة التسمية أحسن حاجة ناخد أمثلة أدي عندي مثلا أربع مركبات الرمز الأولاني ده فيه كم واحدة كربون اثنين طيب منهم ربطة ثنائية فاتنين كربون يعني إيث ربطة ثنائية يعني بضيف المقطع يأنون أو يألام يأنون يبدأ ممكن أن أقول على اسمه يثين أو يثيلين طيب هنا كم واحدة كربون ثلاثة فيهم ربطة ثنائية طب أرقم من هنا ولا أرقم من هنا من اليمين إلى اليسار القاعدة بتقول إن المفترض أرقم من الطرف الأقرب للربطة فاتي النحة دي أقرب للربطة يبقى واحد اثنين ثلاثة يبقى الربطة كده بين واحد واثنين رقم الربطة اللي هو الصغير اللي هو واحد وممكن ما نكتبهوش لذلك دي ممكن أقول عليها واحد بروبين أو بروبين بس طيب هنا لما أجي أشوف قد أطول سلسل الهدي طيب أرقم من اليسار واليمين لو رقمت من اليسار واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني الربطة بين الاتنين والثلاثة رقمها اثنين طيب لو رقمت من اليمين واحد اثنين ثلاثة أربعة الربطة برضو بين الاثنين والثلاثة رقمها اثنين اللي ذلك هي هي اليسار زي اليمين في دا بأقول عليه اثنين بيوتين يعني اللي اثنين دي دي اللي هي رقم من ربطة وليه قلت بيوت لأن الأطول سلسلة أربع ذرات كربون وإينا عشان عندي ربطة ثنائية طيب هنا هوا عندي خمس ذرات كربون لو رقمت من اليمين هي ببقى دي الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخمسة يبقى الربطة ما بين الثلاثة واربعة يبقى رقمها ثلاثة طيب لو رقمت من اليسار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني الربطة بين الاثنين والثلاثة يعني رقمها بيكون اثنين يبقى في الحالة دي رقم الربطة اثنين وخمث ذرات كربون يعني بنت واضيف المقطع يهنون يبقى اسمه اثنين بنتين ولاحظ اللي لما اجي اكتر ما بين الرقم والكلمة أضيف شرطة في النص كعلامة ترقيم مثال آخر مثلا هذه عندي سلسلة متفرعة عايزة أسميها فالأول عشان أسمي لازم أختار أطول سلسلة كربونية متصلة فهذه أطول سلسلة كربونية متصلة اللي هي على طول دي يبقى أول حاجة أحدد أطول سلسلة كربونية طيب بعد ما أحدد المفترض أرق من اليمين إلى اليسار فالقاعدة تقول أن الترقيم بيكون من الطرف الأقرب للربطة فهنا الربطة اليسار أقرب يبقى دي واحد دي اتنين دي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يبقى الترقيم هيكون كالآتي طيب بعد كده لما أجي أكتب المفروض عندي هنا تفرع التفرع ده CH3 يعني مجموعة مثيل طلع من الكربونية رقم ستة يبقى لما أجي أكتب أقول ستة مثيل وبعد كده رقم الرابطة عندي اتنين وأطول سلسلة سبعة يعني هيبت وضيف المقطع ألي في يقنون عشان عندي ربطة ثلاثية إيه الفارق ما بين الرقم ده لكن الاتنين ديت اللي هي رقم الرابطة الثلاثية والرابطة تقع بين بين الرقمين الاتنين وثلاثة رقم الرابطة اللي هو الصغير دايما طيب مثال آخر هنا هو عايزين نختار أطول سلسلة كربونية فأطول سلسلة كربونية هتكون من أنهي اللي هي بتكون على طول كده زي ما احنا حددناه طيب لما أرقم المفترض أرقم من الطرف الأقرب للربطة طيب أدي عندي الربطة يبقى في عندي ربطة وعندي التفرع من الأولى أن نرقم من ناحيته للربطة طبعا امتى أعدي من ناحية التفرع ولو ما عنديش ربطة ثنائية ولا ثلاثية كل الرابطة أحدية برقم من الأقرب للتفرع لكن لو عندي ربطة وعندي تفرع يبقى الأولى هيكون من الربطة الثنائية يبقى الترقيم هيكون من ناحية اليمين طيب بعد ما أنا رقمت هنلاحظ أن التفرعات اللي عندي ما في جرى عندي مجموعة مين فقط مجموعة مثيل طيب رقمها كام أربعي بل ما جاء أسميه أقول أربعة واسم التفرع مثيل يبقى أقول أربعة مثيل ورقم الرابطة يكون اتنين وأطول سلسلة خمس ذرات كربون يعني بنت وضيف المقطع مين يعني نون عشان رابطة ثونية طب مثال آخر المفترض أن أنا عشان أسمي ده لازم الأول أختار أطول سلسلة كربونية فتكون هي دي كده على طول أطول سلسلة كربونية طب أرقم من الطرف الأقرب للربطة لو أنا رقمت من ناحية اليمين يبقى في الحالة دي هتكون الترقيم ازاي ومن اليسار هيكون ازاي فلو رقمنا مثلا من ناحية اليسار يبقى هيكون الرابطة ما بين أربعة وخمسة طب لو رقمنا من ناحية اليمين هيكون الرابطة في الحالة دي هتكون كام هيكون في اليمين واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما بين خمسة وستة يبقى الأفضل ناحية مين اليسار عشان هو الأقرب للربطة كده الربطة أخذت رقم أربعة لكن لو من اليمين هتأخذ رقم كام 5 فطبعا هنرقم من اليسار طب ايه التفرعة اللي عندي فيه تفرع اللي هو مجموعة مين مجموعة المثيل طالعما الرقم كام 3 بل لما جاء اسميه اقول 3 مثيل ورقم الربط عندي اللي هو 4 واطول سلسلة 9 يعني نون واضيف المقطع ياء نون طيب المثال ده عايز اختار اطول سلسلة كربونية فلو اخترت اطول سلسلة كربونية اللي هي دي لنا اعمل عليها بالبوينتر ده اللي انا حددتها كده دي اطول سلسلة لو حبيت ارقم يبقى ارقم من ناحية مين اليسار ولا ناحية اليمين نشوف لو عدت من اليسار يبقى الربط هتكون بين الاثنين وثلاثة يبقى في الحالة دي رقم الربط هيكون اثنين طب لو عدت من اليمين واحد اثنين تلاتة اربعة بين ثلاثة واربعة اللي رقم هيكون ثلاثة فطبعا مش هينفع فعد من الاخرب للربط اللي هو اللي احنا عاملينه ده طبعا دي تفرع طالع من رقم الاثنين اللي هو مثيل وتفرع طالع من رقم ثلاثة اللي هو مين اللي هو إثيل طيب عندي تفرعين مختلفين فالأول هكتب مين في الكتابة هكتب للي رقم أقل لا طبعا هكتب الأبجدية فإثيل أولها ألف مثيل أولها مين فمين فيهم الأبجدية الأول الألف يبقى أقول ثلاثة إثيل بعد كده هقول اثنين مثيل ورقم الرابطة كام اثنين واسم أطول سلسلة كربونية خمسة يعني بنت وضيف المقطع مين وضيف المقطع يأنون يبقى بنتين طيب ممكن السؤال في الامتحان هيكون ازاي ممكن يجيب لي الاسم بالعربي ويطلب مني الصيغة زي كده مثلا اتنين هكساين فكلمة هكس يعني عندي اطول سلسلة فيها ستة ذرات كربون وكلمة آين يعني لازم يكون فيها ربطة ثلاثية ورقامها كامل ربطة ديها يكون رقمها اتنين فيكون الاجابة ايه زي كده ادي عندي هو ستة ذرات كربون وخليت الربطة الثلاثية رقم كامل اتنينها بمينة اتنين وثلاثة يعني رقمها كامل اتنين طيب ممكن السؤال يكون مثلا اختار الاجابة الصحيحة المركب الذي له الصيغة الكيميائية دي يسمى حسب نظام الايوباك ايه من دولات فاحنا لو جينا بصنا على المركب ده المفترض عشان اسمي اختار اطول سلسلة كربونية فاطول سلسلة كربونية اللي هي بتكون ازاي بتكون على طول ولا انزل تحت فواحد اتنين ثلاثة اربعة طيب كده ينفع اخذ دي كده ولا ما ينفعش ها ما ينفعش ليه طيب ما ينفعش لان احنا لو اخذنا دية هنلاقيهم خمس زرات كربون فعلا هي الاطول بس كده انا ما اخذتش فيهم اللي هي المجموعة الفعالة اللي هي الربطة الثلاثية فلازم المجموعة الفعالة اللي هي الربطة الثلاثية او الثلاثية بتكون مضمونة في اطول سلسلة يعني من لازم تكون موجودة في اطول سلسلة اخطرة فلذلك اطول سلسلة اللي هي اربع زرات كربون عشان هي بتكون مضمونة فيها لكن لو انا اخذت اطول سلسلة خامسة وهي ما تكونش فيها يبقى كده الاختيار بتاعي خاطئ لذلك اطول سلسلة اللي هي دي كده على طول خمس زرات كربون ورقم من الاقرب للربطة الثلاثية يبقى دي واحد دي رقم اثنين دي ثلاثة دي كده رقم اربعة والتفرع عندي مجموعة اثيل طالع من رقم اثنين يبقى اقول اثنين اثيل وعندنا رقم من ربطة واحد واطول سلسلة طبعا اربعة يبقى بيوت وضيف المقطع مين يا نون اشتركوا في القناة